اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا والناس أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ونجاحا باهرا وفلاحا طيبا ورضوانا من عندك أكرم يا أرحم الراحمين اللهم آمين موسيقى اشتركوا في القناة هو صاحب الأراء المتفردة في الفقه والعقيدة اقتحم قضايا الأحوال الشخصية كتعدد الزوجات وحضانة الأطفال والرؤية إلى جانب نبز الفكر التكفيري والإقصائي اليوم سنكون مع سيرة الشيخ محمد أبو ظهرة في مصر أرض المجددين تمثل المحور التجديدي للشيخ محمد أبو ظهرة في الاهتمام البليغ بالتراث وفي إدراك الواقع وفي تقنين الشريعة الإسلامية ولقد أصبح علما من أعلام كل ذلك في حياته المباركة رحم الله الشيخ محمد أبو ظهرة رحمة واسعة فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عالي جمع أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكم أهلا بكم مولانا النهاردة السيرة والرحلة ستتوقف عند فضيلة الشيخ محمد أبو ظهرة أنا في أثناء التحضير لفت ادباهي اللقب أو الوصف بأنه الأظهر الثاني يعني فقلت لازم أسأل حضرتك عن هذه الشخصية والقيمة الكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فضيلة الإمام والشيخ الجليل والعالم العلامة الشيخ محمد أبو ظهرة رحمه الله تعالى تربى في الأظهر الشريف وبعدما قضى مراحله الأولى على يد الأشياخ الأجلاء في بدايات القرن العشرين لأنه ولد في نهاية القرن التاسع عشر ففي بداية القرن العشرين أنهى المرحلة الأولى حينئذ كان هناك نوع من أنواع التطوير في التدريس لإنشاء ما يسمى بمدرسة القضاء مدرسة القضاء الشرعي يبقى إذن هي منبثقة أو ستأخذ أساتذتها ستأخذ مناهجها ستأخذ كتبها من الأظهر فافتتحت هذه المدرسة ودرس فيها علماء الأظهر الكبار فانضم إليها الشيخ محمد أبو ظهر ودرس فيها إلى أن تخرج أستاذا من هذه الجامعة الشيخ محمد أبو ظهر لما تخرج منها حدث منقشة في الأظهر لماذا لا تندرج وقد أثبتت صلاحيتها وأثبتت انفتحها لماذا تكون هناك مدرسة قضاء الشرعي وأظهر ما ندرك هذه المدرسة في الأظهر وكان الكلام ده بإغلاق مدرسة القضاء الشرعي في سنة 28 كان الشيخ تخرج منها واندرجت بعد ذلك على يد الشيخ محمد محمد المدني في كلية الشريعة فأصبح كلية الشريعة والقرن فالفكرة بداية صدور طائفة تستطيع أن تتحمل مسؤولية القضاء الشرعي وكانت له محكمة مستقلة وقضية التأليف في هذا المجال وقضية الوصل ما بين الفقه الإسلامي الموروث وما بين التقنين المدني الحديث الذي نشأ مع الدولة الحديثة فأنشأنا مدرسة القضاء الشرعي وقامت بدورها بعد ما قامت بدورها وحدث فيها هذا النجاح طيب لماذا يعني يعني هو إحنا هنستمر على القديم ولا هنطور القديم هنطور القديم خلاص ما هي التجربة هي طب التجربة دي نشأت من عندنا ونشأت لنا إذن تأود إلينا ونطبقها ونمشي على هذا التطبيق بعض الناس يرى في مدرسة القضاء الشرعي أنها كانت موازية للأظهر مثل ما رأى قبل ذلك أن دار العلوم كانت موازية للأظهر وفي الحقيقة هي ليست موازية للأظهر هي تفرعت عن الأظهر العبارة دي قالها من يعد الدراسة في مدرسة القضاء الشرعي موازية كأنها أظهر ثاني أنه كأنها أظهر ثاني ونفس العبارة قيلت في أواخر القرن 19 على دار العلوم نعم فهو الحقيقة الشيخ عندما تخرج من القضاء الشرعي درس في الأظهر وكان الحتة بقى يعني اللطيفة أنه ارتدى أزرير المدني اللي هو البادلة لبس البادلة ودخل الأظهر يدرسوا فيه بالبادلة فكان هناك مجموعة من الناس منهم دكتور علي عبد الواحد وافي كان يدرس علم الاجتماع منهم الشيخ أبو ظاهرة كان يدرس في الفقه وأصوله بالبدل وبعدين اتفتح قسم وصول الشريعة في الحقوق وحقوق القاهرة بالذات فرح يدرس فيها فلبس الأزهري لبس الزي الأزهري يعني في داخل الأزهر كان لابس الزي المدني وفي الحقوق كان لابس الزي الأزهري وهناك من المشايخ اللي هو درس عليهم الشيخ علي الخفيف من المشايخ الذي درس عليهم الشيخ السنهوري فالرجل هذا الشيخ محمد أبو ظاهرة أتى بمشروع تجديدي أبهر الجميع كان يحدثني الأستاذ الله يرحمه أحمد فراج وأحمد فراج كان يقول لي أنا كنت لما يطلع معايا شيخ يعني نقعد ونشوف هنقول إيه في البرنامج يعني كأنه بيرسم سيناريو للحلقة علشان تطلع متقنة علشان نشوف هنقول إيه وإيه الرسالة اللي هنقولها طب هو هيقول إيه طب أنا هرد عليه قول إيه بالشكلة طبعا هذا الكلام يعني كان قديما شوف أنا بقوله حكاية عن الحال القديم اللي ممكن نحن مدرسة الأصول في المهنة نستفيد منه طبعا فإلا أبو ظهر كل واحد نعده معاه إلا أبو ظهر إيه أبو ظهر ماله ده يجعل طول يتكلم على الهوى يتكلم لأنه كان حاضرا قرآن حاضر في القرآن وله تفسير الحديث حاضر في الحديث وحافظ بالبتاع فقه ما تقولش بعده فقيه فقيه العصر كمان الأصول كذلك كان أستاذ الأصول أربع سنوات في فكان متمكنا تمكنا أمكا الشيخ أبو ظهر الشيخ أبو ظهر أستاذ أبوية في الأكلية الحقوق فكان يحكي لي أبي أنه كان يخرج خمسة جنيه خمسة جنيه أيامها كانت يعني خمسة جنيه دهب يعني تسوي لها دلوقتي تلاتين أربعين ألف جنيه فيخرج خمسة جنيه ويقول لهم يا أولاد الخمسة جنيه دي لمن يدلني على خطأ في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو في الأسلوب أثناء إلقاء المحاضرة ولا واحد خد الخمسة جنيه عبر الأربع سنين وبيدرس له في السرعولة وبعدين يطلع بأهو تالي أربع سنين محدش قدر يجيب خطأ لغة ويواحد أو نحو أو بلاغة لم يستطع أحد أنه وبعدين دول كانوا أقوية في العربي وكذا إلى خيره وحفظين وعملين شعر وأدب والآخر لم يخطئ خطأا واحدا إذن أصبحت اللغة العربية له سجي فدي المشروع بقى اللي جاب به إيه المشروع اللي هو أتى به نستطيع أن نقول نعمله مفتاح كده أو محور تقنين الفقه الإسلامي طيب أنا محتاج أفهم من حضرتك هذا المفهوم أو المصطلح التقنين الفقه الإسلام طيب هذا معضو مهم أسازن فضلك بعد الفصل تماما عشان يكون فيه متاسع أكبر من الوقت إن شاء الله شكرا جزيلا لفضلك يستحق أن يكون إن شاء الله شكرا لفضلك أسازنكم بعد الفصل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية هذا المكان العريق الذي يعد أحد القلاع الصناعية كان شاهدا على ميلاد أحد مجادبي العصر الحديث الإمام محمد أبو زهر أهل مدينة المحلة الكبرى تعطي لسيرة الإمام أبو زهر قيمة ومكانة مميزة لتكون دليلا ونبراسا لطلاب العلم والنوابغ فالمدينة تضم مدرستان يحملان اسم الإمام واحدة للتعليم الإعدادي للبنات والأخرى للتعليم الإعدادي المهني وعلى بعد خطوات من المدرستين تجد مسجد سيدي مصطفى أبو زهر الششتاوي جد الإمام والمصمم على طراز مختلف عن باقي مساجد المدينة ويلقى اهتمام أهل مدينة المحلة الكبرى كرامة للإمام ولجده ومن المحلة الكبرى إلى مدينة طنطة تلك كانت رحلة الإمام لطلب العلم فهنا وسط أنوار المسجد الأحمدي وفي جوار أولياء الله الصالحين تتلمد الإمام محمد أبو زهر لثلاث سنوات كاملة بعد إتمامه لحفظ القرآن الكريم فضيلة دكتور علي باما أهلا بحضرتك مرة أخرى أهلا وسألن بكم أهلا بكم حضرتك تفضلت قبل الفاصل في ذكر سيرة الإمام الشيخ محمد أبو زهر بأنه كان لي مفتاح تجديدي وهو تقنين الفقه الإسلامي نعم مشروعه نستطيع أن ندخل إليه من أولا موقفه من التراث وبرضو أكرر علشان ما ننساش أن التجديد عندنا معناه المنهاجية المعرفية النموذج المعرفي الموقف من التراث والإدراك الواقع فهو كان خادما لهذا الموقف من التراث كيف نقرأ التراث قراءة متأنية دقيقة كيف نستفيد من مناهجها كيف نطبق هذه المناهج في العصر الحديث اشتغالوا بالقضاء الشرعي دراسة واشتغالوا بالتدريس في الشريعة واقعا ثم التحاقوا بكلية الحقوق مع أساتذة وجهابذة التقنين حشمة أبو ستيت والسانهوري عبد الرزاق السانهوري وأبو هيفو يعني حاجة كانت أساطين أساطين يعني وعبد السلام زهني وناس كانت تتحاكى بهم كليات العالم السوربون أو في هارفورد أو كده كانوا يتحاكون بهذه القمم التي كانت في مصر زميلهم محمد أبو ظهر بهذه الإمكانيات التي رأيناها فكان التقنين نستطيع أن نقول عليه أنه المحور الذي خدم به التراث وخدم به الواقع رح في التراث لقيت مألف عن الأيام ألف عن أبي حنيفة مالك الشافعي ابن حمل صاحب المحلة ابن حزم الظاهري زيد ابن علي جعفر الصادق حتى التراث الشيعي كمان إنجاز تسميته طبعاً الناس دي هو وعلي حصب الله وعلي الخفيف والشيخ الفرج السنهوري كانوا يدرسون كتب أوصول الجعفرية دراسة متبحرة يعني ما نشعيز أقول أنها فاقت كثير من الباحثين الشيعة أنفسهم فلما فرج السنهوري اللي هو كان يعده أستاذاً له فتحت موسوعة الفقهية خلاها على ثمانية مذاهب القضية هنا كيف نحول سؤال كيف نتعامل مع التراث لا كان فيه تعامل فني كما يقول أمين الخولي وإن شاء الله لعلنا ناخد ليه حلقة كده كان يقول من أراد التجديد فليقتل التراث دراسة وفهماً وتعمقاً وإلا كان تبديداً أمين الخولي يقول كلام ده أدي اللي عمله أبو ظهر التجديد يأتي من قتل التراث بحسن وليس من قتله ردماً خلصلي التراث استوعبه اشربه اخضمه وبعدين جادت أما لو أنك أنت دخالت تهدمه بس وتهردم بالهلظيم ودي والهرتلة وبس يبقى هتهدم وهتبدد فهذا تبديد لا تجديد أول من استعمل تبديد وتجديد أمين الخولي بيقول كده لأنه ألف في التجديد كثيراً فلما نيجي نطبق الكلام ده على على أبو ظهره نجد لا أبو ظهره كان إماماً وأعطى للواقع ودرسه وأدى ألف في تاريخ التشريع ألف في الخطابة لما راحل يدرس في الأزهر خلوه يدرس الخطابة كان موقفه إيه من منهج التكفير؟ والله هو التكفير ده برضو جاي من ضيق الأفق هو كان طبعاً ضد منهج التكفير وكان واسع الصدر وكان مرة كان في مؤتمر من المؤتمرات وبعدين قال لهم يا جماعة أنا مش هعيش قد اللي عشته وأنا عندي حاجة بتتلجلج في صدري ومخبيها علشان الناس ما تزعلش وهو إنه الرجم حد الرجم ما هواش كما تفهمون ده الرجم ده يعني من شريعة اليهود وليست من شريعة المسلمين وأنه طبق قبل نزول القرآن نزول القرآن في الزانية والزاني فاجلد وكل واحد منه وجد وخلى الأما أو العبد على النصف من ذلك والرجم لا لا ينصف طبعاً إنكار الرجم بهذه الطريقة لعدم وجوده في الكتاب ولأمور بيّنها لا هو وجد نظر هكذا فلاقى من هنا نوعاً من أنواع التكفير الله أنت هتبقى كافر ولا إيه؟ السلاح ده السلاح يعني أصبح غير ذي معنى لأنه ما دمت معتمد على الكتاب ومعتمد على السنة ولك رأي ووجهة نظر أخرى فلابد من البعد عن قضية التكفير والتفسيق والتخوين ومثل هذه الأشياء أيضاً تحدث في الأحوال الشخصية وكتب في الأحوال الشخصية كان مثلاً إيه رؤيته في مسألة قضية تعدد الحضانة حقوق المرأة؟ له كثير في مسائل الميراث وله مجرود كبير في الوصية الواجبة ومؤلف فيها له كثير في قضية المرأة وعمل المرأة والحضانة وقضية النفقات وقضية الاختيار له كثير في قضايا الطفولة وحقوق الطفل وكذا إلى آخره له الحقيقة ده البقى اللحظات يقول عليه ده نسميه آثار المشروع التجديدي فالشيخ أبو ظهر الحقيقة كان صاحب مشروع ومشروع تجديدي ومشروعه التجديدي له آثار عملية نحن نعيش فيها إلى الآن بعد ذلك لقيناه في وضو مجمع نبحوث الإسلاميين بعد ذلك لقيناه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميين فأدى كثيرا في التفسير في مجال التفسير وفي مجال رد الشبهات وفي مجال التقنين وفي مجال الأصول وفقه والفقه فكان الحقيقة ده جانب مشرق ونمط جديد مشروعه التجديدي لا ينكر كتبه ما زالت تطبع ما زالت مراجع لكل الشرق والغرب وساهمة مساهمة فعلية في تطوير الأحوال الشخصية وفي تطوير التقنين في كل على فكرة في كل ما يتعلق بالديانة الوقف الحكر والغاء والأحوال الشخصية وهكذا رحمة الله علي شكرا جزيلا فضيلة الأعلامة لأسوز الدكتور علي جمه أهلا وسهلا من السلوكيات المرفوضة اجتماعيا رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها وهما كأبيها وأمها إذا تزوج الرجل المرأة ينبغي له أن يعمل على استقلالها في حياتها وعلى ذلك فإن الزوجة ليست مكلفة شرعا برعاية والدي زوجها وإنما ذلك صارت عليه نساء المسلمين من باب الفضل لا من باب الفرض فإذا فعلت ذلك فإن لها من الأجر والثواب ومن الشكر والثناء ما الله به عليم فلتخدم والدي زوجها كما تخدم والديها يا ربنا سهل علينا المعايش هيئ لنا من أمرنا رشدا يا ربنا انقلنا من دائرة الضيق إلى دائرة الساعة ومن دائرة التقطير إلى دائرة الفيض يا ربنا إذا ما تغيرنا فاجعل تغيرنا هجرة لوجهك الكريم اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى